موسيقى 36 ساعة أمضتها الأمينة العامة النائبة الثالثة للحركة الوطنية للإنغاز أم سعدين مايدي هنغتا والوفد المرافق لها في مدينة ماسانيا حاضرة ولاية الشاري باقرمي بهدف شرح محتوى مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي وانتهزت الفرصة لتدشير آبار ارتوازية لصالح سكان مدينة ماسانيا في إطار جهود الحركة الوطنية للإنغاز للمساهمة من أجل توفير المياه الصالحة للشرب بالمدينة خطوة أشاد بها سلطان باقرمي بن أجي ولي محمد واصفا إياها بالإنغاز الفعلي مؤكدا نضال سكان مدينة ماسانيا وتضامنهم مع الحركة الوطنية للإنغاز شربة لا زماء بعدها هذا يقول سكان مدينة ماسانيا للأمينة العامة النائبة الثالثة للحركة الوطنية للإنغاز أم سعدين مايدي هنغتا كما قام وفد الحركة الوطنية للإنغاز بزيارة إلى مشروع بناء ثلاثين فيلا بالمدينة وتفقدت الأمينة العامة كيفية سير العمل وتلقت شرحة مفصلة من قبل مهندس المشروع وعقب اختتام أعمال بيستها لقبت أم سعدين مايدي هنغتا بملكة باقرمي كانت ذلك بموافقة من سلطان باقرمي والمقربين وبيت الشورى ووعدت الملكة بتنظيم احتفالا حاشدا في الأيام المقبلة